لكن بكرة إن شاء الله تعالى التلات في اجتماع مهم المجلس إدارة النادي برئاسة الكابتو محمود الخطيب هينقش فيه عدد من الملفات المهمة هتتابعوا نتائج هذا الاجتماع غدا إن شاء الله على شاشة الأهلي النهاردة الفريق أدى مرانه وبعد كانت راحة قصيرة لمدة يوم لالتقاط الأنفاس منعها مستر بيتسو موسماني للعبين واستأنف الفريق تدريباته النهاردة قبل هذا المران اللي غاب عنه الدولين اللي أخدوا فرصة للراحة يومين التين بس قبل ما يروحوا معسكر المنتخب الأول مستر موسماني عمل ثلاث اجتماعات قبل هذه التمرين اجتماعه مهم جدا مع كابتن ساد عب حفيز مدير الكرة للاتفاق على خطوط الفترة اللي جاية إيه بكرة مباراة ودية مع الغابة لكن ماذا عن برنامج الفريق في الفترة اللي جاية أقرب الارتباطات بعد تأجيل كاس مصر الاستعداد للمواجهة الأفريقية وبالتالي كل خطوط المرحلة اللي جاية كانت بين كابتن ساد عب حفيز مدير الكرة ومستر بيتسو موسماني اللي بعدها عمل اجتماع كمان مع الجهاز الفني واللعبين وقبل منه عمل اجتماع مع الدكتور أحمد أبو عابل طبيب الفريق علشان يوقف على حالة كل اللعبين سواء المصابين من فترة أو اللي عندهم فترة نقاها حاليا يمكن كهرباء وطهر محمد طهر اللي اتنين كانوا أجزوا وأخذوا تدريبات في الجيم اللي اتنين كانوا بيعانوا من إجهاد أو شد عضل خفيف مش هيمنعهم إن شاء الله من الدخول في التدريبات البكرة زي بالضبط حسين الشحات وياسر إبراهيم اللي اتنين كان عندهم شد خفيف في الضمة وإن شاء الله مع التعافي حيدخلوا في التدريبات ده يمكن كل شيء عن تدريب الأهل النهاردة لكن النهاردة كمان كان فيه أكتر من قرار مهم يمكن من اتحاد الكرة باشواندس اتحاد الكرة ناقش في اجتماعه تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين وده نقطة مهمة جدا لأنه خلاص انتوا شايفين ربطة الأندية شغالة في ملف الدوري باستقلالية شديدة هنناقشها لكن اتحاد الكرة عنده مهام كبيرة فيما يخص المنتخبات الوطنية فحب يشكل أجهزة المنتخبات أعلن اليوم اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئيسة المهندس أحمد مجاهد عن تعيين الكابتن شوق غريب بناء على توصية فنجادة المدير الفني للاتحاد وتصدير اسم فنجادة هنا مهم يعني عشان اللجنة تقولك الكلام مش بتاعنا الكلام من فنجادة فتم تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الأولومبيج جديد مواليد 2001 الكابتن شاوي غريب مدير فني ومعاه معتمد جمال مدرب عام وواق الرياض مدرب وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدا بدنيا هنا هنلاحظ تشكيل الكابتن شاوي هو هو الجهاز اللي كان معتمد تقريبا موجود من فترة طويلة في المنتخبات وواق الرياض مستمر مع الكابتن شاوي وبيدخل عليهم الكابتن طارق سليمان مدربا لحراس المرمى الاتحاد كمان وافق على توصية فنجادة بتعيين كابتن محمد وهبة مدير فني لمنتخب النشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في مهمتهم وقرر الاتحاد تعيين الكابتن أو الدكتور علعب عزيز مدير للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مدير لمنتخب النشئين مواليد 2003 والدكتور أيمن زين طبيبا للمنتخب الأولمبي الاتحاد كمان أسند للدكتور وليد العطار المدير التنفيذي مهمت رئاسة بعثة منتخب الكورة النسائية تحت عشرين سنة اللي رايح الكنغو في مباراة العودة وعين المستشار راغب الرفاعي رئيساً للجنة ترخيص الأندية ولجنة ترخيص الأندية كانت أثيرت عليها كلام كتير الفترة اللي فاتت مدى سلامة الرخص اللي بتمنح للأندية في مشاركاتها الخارجية مدى تدقيق المعايير اللي الكاف والفيفا بيشترطوها وبالتالي أسند أحمد مجاهد إلى المستشار راغب الرفاعي مهمت رئاسة لجنة الترخيص ده تداله لغم آه مش كده طبعاً يعني هو وفي الآخر طب هو أنت يا كابتن أحمد إنت اللي حتبعت في الآخر آه يعني إيفراجي قالك النادي الفلاني ما ياخدش رخصة هتقوله طيب آه أو لا ينطبق عليه يعني إيه يعني مش فاه إلا إذا كان بيقوله أقدم لي الموقف القانوني وناخد القرار طيب الواضح في تشكيل المنتخب يا جماعة ودي نقطة مهمة بقى لمصلحة المنتخبات الوطنية بعيداً عن الألوان لما عين منتخب المنتخب الأول في تشكيله اللي بيقوده كارلوس كيروش البرتغالي طلعت الأصوات ده جهاز أهلاوي وده تشكيل أهلاوي وكلام كتير يا بشواندس فات معادو فات معادو مالوش معنى يعني كل جهاز هتجد ناس بتتكلف الحكاية دي واخد بالك لكن أنا أنا رأيي خلاص كلام غير مجدي كلام غير مجدي خاصة لما تبصوا على التشكيلات تلاقوها تقريباً ممثل فيها كل الأندية يمكن النادي الآلي تمثيله أقل بجد لما تبصوا على فكرة كابتن مؤمن سليمان لعب ومدرب الزمالك السابق كان بيقود منتخب 2006 لكن الراجل جاله عقد من نادي الشرطة العراقي فسافر فبالتالي شكلوا الجهاز الجديد في 2006 حطوا كابتن محمد وقبة نجم النادي الإسماعيل ومدربه السابق فبالتالي أنت بتتكلم على تشكيل كل الأندية لأنه وقت ما شكل جهاز كارلوس كيروش سمعنا محاولة الفتنة بين الأهل والأندي الأخرى إلحقوا والتاني يقول لك أنا ما بتتكلمش على المدربين بتوعنا بتوعنا شغالين والله إي نور بس أنا بتتكلم على حق الأندية التانية في الناتبة موجودة مش بس أبناء الأهلي يا سيدة أبناء الأهلي مش موجودين تقريباً في معظم التشكيلات أنت عندك كل أنديت الأقاليم تقريباً ممثلة في المنتخبات الوطنية وده شيء كويس وبالمناسبة اتحاد الكورة عليه أنه يختار الأكفى والأفضل أياً كان المدرب بينتمل أي نادي أنت بتختار لكل منتخب المدرب الأفضل والأنسب والأكفى هو منين مش بتاعتنا ولا بتاعتك لكن الزج باسم إنه النادي الأهلي وإنه الأهلي بيتجامل أديكوا شايفين التشكيلات الأسماء فيها ماشية إزاي المنتخب الأول كروش هيعمل مؤتمر صحفي بكرة إن شاء الله الساعة 6 مثلاً قبل المراني اللي حيكون في إستاد الجيش في برج العرب عشان المباراة الوديا اللي حيلعبها المنتخب يوم الخميس وده تحضير للمنتخب لمباراتين مهمتين جداً مع ليبيا يوم 8 أكتوبر ويوم 11 أكتوبر 8 في برج العرب ويطلع على طول على بني غازي عشان يلعب منتخب ليبيا في العودة يوم 11 جهاز المباراة الوديا اللي هتبقى الخميس مع ليبيريا الجهاز قرر استدعاء محمد حمدي زهير أيصر بيراميدز ينضم للمنتخب بعد صعوبة لحق محمد عبشافي بهذه المرحلة وطبعاً تابعت حضراتكو تشكيلات المنتخب في العناصر اللي اختارها كان الأهلي الأكثر تمثيلاً في المنتخب الأهلي يمكن منه 7 لعبين والزمالك 6 لعبين ثم تتوالى بقية الأندية في القايمة المحلية فيها محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي في حراسة المرمة وفي الدفاع أحمد فتوح وعبد الشافي استبعد وجهه مكانه حمدي ومحمود حمد الوينش لعب الزمالك وآيمن أشرف وعلي جبر وباهر المحمدي وأحمد توفي وأكرم توفي وفي نص الملعب في حمدي فتحي وعمر السلية وطارع حامد ومهند لاشين ومحمد مجد آفشا وعبد الله السعيد وفي في الهجوم محمد شريف ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وأحمد سيد زيزو وأحمد سمير لعب طلاع الجيش يعني فيه ثلاث وجوه جديدة يمكن إبراهيم عادل لعب المنتخب الولمبي تم ضمه مهند لاشين الهف ديفندر بتاع طلاع الجيش وأيضا أحمد سمير لعب طلاع الجيش علشان ينضم إليهم لاحقا المحترفين في الخارجة ما شو منز هو طبعا بيواتس على القاعدة المرحلة دي ما نقدرش اخترت ده لي واخترت ده لي هو راجل عايز يشوف وماتش ليباريا فرصة أن يشوف المحليين بعيدا عن المحترفين هو بيتابعهم وحيعرف هو عارف من النهار ده هيبعى تجيب مين من المحترفين فدي خطوة مش بطالة وإن كان طبعا السبعد عبد الشافي ودخول محمد حمدي يعني ده ظرف اضطراري فنتمنى في ماتش ليباريا أنه يستفيد منه فعلا أنه يقدر بقدر إمكاني يكون فكرة ولو أنه ماتش واحد في الفطرة اللي احنا فيها دي مش كافي بس هو لضيق الوقت هو عايز يستقر دلوقتي تقريبا عشان ماتش ليبيا اللي جاي ده وعلق الزجاجة مباراتين مع بعض المفروض يكون حاسمين بنسبة كبيرة للمنتخب إن شاء الله